فيديو مهم جدا ويفرق مع ناس كتير مقارنة الغضاء افضل موبايل اقتصادي بفئة 6.000 جنيه من شاومي حاليا هل هو ريدمي نوت 11 ولا الريدمي نوت تويلف هقول لك تجربتي مع ريدمي نوت 11 وتجربتي مع ريدمي نوت تويلف وهل فعلا ريدمي نوت تويلف هو طفرة ونقلة عن ريدمي نوت 11 ولا سيبك خالص من ريدمي نوت تويلف وتروح تشتري الريدمي نوت 11. قبل ما قول لك اي حاجة اكيد ما تساش اللايك سلسكرايب وتفعلك درشي نوصل لكم النادايما كل جديد. اما دلوقتي خلالكم اخشوا في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم. انا محمد ودي قناة وخلاني نبدأ اول حاجة بالتصميم. بالنسبة لخامات الصناعة اللي اتنين واحد لاتنين من مادة البوليكاربونايت اللي اتنين بيقدموا التصميم المصنفر اللي ما بيبانش فيه البصمات قوي. ولكن عايز اقول لك كشكل تصميم من وجه نظر يختار فعلا شكل التصميم هنا ممتاز ورسة الكاميرات بالنسبة لي افضل. وكمان برواز الكاميرات حسوا كده افخم وامفن. والتصميم بشكل عام احسن في مسكة الايد. واخف من دي من وجهة نظر انا. ممكن انت تشوف اشيك دي وجهات نظر كل واحد ووجهة نظره. وانتعال بقى للحاجات اللي ما فاش وجهة نظر تماما. ونبدأ بنقطة الشاشة. مابتنين كده كالعادة بيقدم شاشة امولد تسعين هرتز فول اتش تي بلاس. شاشة بغول بانش وحافة سفليات اعتبر معقولة جدا. الشاشة اللي احنا عارفينها لو اعتبر سطوها كويس جدا تحت شاعة الشمس وبتقدم اداء كويس والوان كويسة جدا. ولكن هنا بقى الوحش. هنا بقى الشاشة امولد ستة وسبعة من عشرة انش. اطبر من الستة ونص انش الموجودة في ريدمي نوت اليفن. وكمان الشاشة هنا مية وعشرين هرتز. والشاشة هنا سطوعها اعنى. بص كده وركز معايا. دي شاشة الريدمي نوت ودي شاشة الريدمي نوت اليفن. الاتنين على اعلى سطوع. من وجهة نظري الشاشة اسطع شوية. اما بقى بالنسبة لاستقلال هوفر موبايلين فالاتنين يعتبروا قريبين من بعض. نفس الحافة السفلية تقريبا متشابهة مع اختلاف حجم الشاشات زي ما قلت لك شاشته اكبر شوية. ورفريش ريت اعلى وسطوع اعلى. فهينا تفوق واضح للريدمي نوت ننتقل بقى لنقطة ناس بتركز فيها كتير وهي نقطة الاداء. مبدأين كده الريدمي نوت اليفن بيجي بمعالج ستتمية وتمانين من شركة كوالكوم. بيجي بمعالج اعلى شوية ستتمية خمسة وتمانين. الفرق ما بين المعالجين على الوراء مش كبير. ولكن مع المية وعشرين هرتز مع الفرق البسيط الموجود في المعالجين اساسا هتلاقي اداء افضل هنا في الريدمي نوت وفعلا تجربة النوت عجباني اكتر. الموبايل سلس اكتر. الموبايل ما بيعلقش كتير ما بيعنكش. على عكس طبعا الريدمي نوت اللي كان بيقدم اداء بالنسبة لي مش افضل حاجة. فكاداء يومي لو انت شخص بتحب شاومي او عايز موبايل من شاومي فراقي الريدمي نوت هو الاختيار الاصلح ليك لو هرده بتدور على اداء يومي. اما بقى كاداء العاب فقدر اقولك ان الموبايلين زي بعض بزبط ما فيش اي اختلاف تماما. المعالج برضو ستمية خمسة وتمانين مازال مش افضل اداء في اداء الالعاب ولكن الاتنين هيدو لك اداء متواضع. اداء يعتبر كويس على فئة ست تلاف جنيه. والاتنين بيلعبوا على فريمات قريبة من بعض. حاجة وتلاتين فريم لده. وحاجة وتلاتين فريم لده. الفرق مش بعيد تماما ما بينهم. سيبك بقى من نوتة الاداء ونيجي بقى لعيب للأسف قاتل في موجود في وانا زعلت انه مش موجود السنة دي وهي السماعات الاستيريو. هيبقى في مشاهدة المحتوى بالنسبة لك افضل لانه بيقدم سماعات استيريو مع شاشة اموليت بالوان ممتازة. هنا انت للأسف بتاخد سماعة موقنة ولكن اقدر اقول ان السماعة صوتها عالي بس يظل الصوت مجسم اكتر واضح اكتر وعالي بشوية عن حاجات موجودة في الموبايلين ونفس الاداء تقريبا البصمة تعتبر كويسة في الموبايلين ما وجيتش في ايه مشكلة. مدخل تلاتة ونص من اللي موجود في الموبايلين. ونلتقل بقى للنقطة الفايصلية اللي الناس كتير اوي مستنياها وهي تجربة الكاميرات. بص كده وركز معايا الموبايلين دول بيجوا بكاميرا خمسين ميجابيكسل اساسية. باختلاف السنسور الموجود. انا كنت بقول ان الكاميرا بتاع السنة اللي فاتت كارسية جدا جدا جدا. في الاضاءة المتوسطة والاضاء ضعيفة. قدروا لك ان ان ريدمي نوت بيقدم فعلا تجربة كاميرا اساسية افضل. هتلاحظها في جميع ظروف الاضاءة سواء كانت اضاءة عالية اضاءة متوسطة اضاءة منخفضة دايما ريدمي نوت بيطلع اداء احسن. ومن الاخر معالج صورة افضل من ريدمي نوت واسبك بقى من الكاميرات الخلفية وتعالى الكاميرا الامامية. بص وركز معايا بعيدا عن الارقام تماما الكاميرتين قريبين من بعض. بل حاسس ان حصل داون جريت شوية في الكاميرا الامامية في الريدمي نوت تولد. ريدمي نوت من وجهة نظرك ان بيقدم كاميرا امامية احسن ولكن مش احسن بفرق كبير. فقدر اقول ان تجربة الكاميرات كباكتج عمتا لو عايز احسن تجربة كاميرات ما بين الموبايل اندول هتروح من الاخر كده للريدمي نوت عشان تاخد كاميرات افضل ككاميرات خلفية عمتا. حاجة كاميرا الموبايل اندول بيتشاركوا فيها هو ان الاتنين بيدعموا تركيب خطين وكارت مومر في نفس الوقت ودي حاجة تعتبر برضو كويسة جدا. شبكات الاتنين يعتبروا كويسين. ما لاحزتش ان في واحد بتفوق على التاني كعادة في تجربة الشبكات. سواء كانت شبكة المكالمات او الواي فاي الاتنين قريبين من بعض جدا ما حسيتش باي موبايل بيقدم شبكة اقوى من التاني. اخيرا بقى البطارية والشحن السريعة الاتنين بيقدموا بطارية كويسة جدا خمس تلاف ميلا امبير الاتنين بيقدم نفس سرعة الشاحن تلاتة وتلاتين واط. ولكن المعالج اللي ستنادي رجل ستتمية خمسة وتمانين موفر اكتر في البطارية من وجه نظري من المعالج ستتمية وتمانين على الرغم من ان ستتمية وتمانين موفر اصلا في البطارية وبيكمل معاك اليوم بدون اي مشاكل. فلو انت بتدور على موبايل يكمل اليوم فالموبايلين من وجه نظري يكمله اليوم. بس خد بالك بقى ان في حاجة في الاخر مهمة ان الاتنين سعرهم تقريبا اغيب من بعض. يعني النسخة الستة محhaba ستينية هل ادفع تلتمية جنيه وروح اجيب ولا اوفر تلتمية جنيه اجيب من وجه نظرة. انا بقول لك لو عايز موبايل متكامل ومثالي ادفع تلتمية جنيه وهاتي لو انت عايز السماعات استيريو وفرقها موش بشكل كبير مع شاشة الاموليد وعايز مشاهدة المحتوى بغض النظر عن التعنيج اللي بحصل في الصيف طويلة عن في ساعاتها روحها ودي الحالة الوحيدة اللي تقدر تشتري فيها لكن من وجهة نظرنا هختار في الاخر هو احسن موبايل حاليا اقتصادي ممكن تشتريه من شاومي فقط ستالاف جنيه. اضر المجهود والتعب اللي انا عامله دون وطعبان عشان اجيب لك الموبايلين فقدرنا على طول باللايك والاشتراك وكالعادة انتظرني فيديو جديد سلام. اشتركوا في القناة